اشتركوا في القناة بكل يوم الصبح بكل الفقرات تبعية اليوم لحكون عم بيشتغل على عضلات الشولدرز لحنفرجي متل عادي الصور بهم كتير تعرفوا وين عضلات الشولدرز أو وين كل عضلاتي اللي ممكن نحكي فيها بالجسم لنقدر نعرف نحنا أو نفهم شو هي الحركة وين نحنا لازم نسقبها مع الحركة لما تكون الصورة حاضرة بنشوفها ممكن أنا أحكي شوي تلاتة أقصام قسم أمامي قسم من الوسط وقسم خلفي وهيدي صورة كتير مهمة وبتفرجي على المزبوط وين العضلات اللي ممكن تشوفون بنتقل للصورة التانية عم نحكي هون عن لما الشولدرز يكونوا رايحين لقدام وعلى لما الشولدرز يكونوا رايحين لورا الحالتين منون 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 منيح أكيد بيخلونا يكون عنا مشاكل بالعضلات بيخلو يكون عنا أوجاب بالعضلات أنا بدي أطلب منكم شغلة إنكم دايما نكونوا عم تسألوا حالكم أسئلة فيما يتعلق بالباستر طبعيتنا لما نحكي عن الظهر لما نحكي عن الكتاف دايما نسأل حالنا الأسئلة ونشوف نحنا وين وكيف الباستر طبعيتنا لأنه من باستر خاطئ مش حنقدر نبني أي شيء لحكون عنا أوجاب العضلات لحكون عنا مشاكل ومن باستر صحيح لحنقدر نعيش حياة طبيعية ونقدر نعمل رياضة بطريقة كتير صحيحة خليني بلش مع الدمبل والفتنس بول لحقعد هون شد مع التين اطلع سايدويز لهون فوت إيدي لجوه وفتحها لبرا واحد اثنين ثلاثة أربع خمسة ستة سبعة معدة دايما مجدودة تمانية تسعة وعشرة بنتقل لا تنقيد عم بهدي الفتنس بول بيدي لجرب قد ما فيه يكون عم بقمن الى جسمي انا اعمق بشتغل الحركة ابل افو وان ايجو وان تو ثري فور فايف سيكس سبن مركز مليح مجدودة دايما ايت بنتقل لحركة تانية خليني اخد الدمبل تانية ومن هون اوبر هاد برس لحضبط بوشور تبعيته شد المعدة من هون واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة تسعة عشرة ايجو فور تو مور وان ان تو ان تو على مهل نوع بالحركات قدمفية بنتقل بالحركات قدمفية كرمال جرب امن تلاتة اقسام تقول الشولرز اقدر كون عم بيشتغل عليهم من هون الاحروع على الباربل بذكر بالاوزان عم دلنا عيد دايما هيدول الاوزان هني اوزان لديمونستريشن بجرب كون عم بيشتغل انا باوزان خفيفة علي لأقدر اعمل للحركة اكيد هالاوزان تختلف بين شخص والتاني من هون بشد كتافي لورا بشد المعدة كتافي ما لازم يكونوا بها الباستر ولا لازم يكونوا بها الباستر لازم يكونوا جالسين عادي بشد المعدة من هون بلا ما اعمل يعني ما بعمل هيك لأطلع بالوزن اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وعشرة بورفكت بنتقل كمان حركة تانية بتعرفوا كيف لانه الحلقة طبعيتنا التعليمية بامتياز مشان هاك بروح انا بكل حركة مرة 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 يعني ما بعمل انا او ثلاثة انتو لازم تعرفوا كل الحركات اللي بتشوفون فيكن تعملون من ستة واحدة لحديد لأربعة وعم بحكي انا بين العشرة والعشرين الاهداف بتختلف مشان هاك الاوزان بتختلف والتختلف والاشخاص كمان انتو بتختلفوا وحسب الاهداف اللي هو بحطها هيدا عالم كتير كبير ما فينا نروح عليه بطريقة شمولية ما فينا نجمل كل العالم مع بعضا مشان هاك كل شخص بدو نوعه معين من تمرين عنده اهداف معينة وعنده طرق معينة كرمالي يقدر ينفز هيدول الاهداف خليني غير الضمبلز هلأ من هون رجعك تافي لو ارا كمان كواعي كأنه في براغم سبتين على جسمي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانة معدي مشدودة تسعة عشرة واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة وخمسة عظيم بريح شوي يلي بحس بدو يعمل شوية بمصة مرينة قبل ما يكمل فضي نفس سويتش لتاني ملح سويتش لورا تظهر بمسك الايد من هون بها الطريقة بشد لورا سويتش بتاني ايد اوكي بروح على الباربل برجع لعمل شي اسمه ابرائت رو من هوني بطلع لفوق اجرية على وسع الكتاف ركابة مطعشين شوي واحد اتنين كمان تلاتة كمان اربعة فرجي كونيها من هون خمسة ستة قريبة على الجسم سبعة تمانة تسعة عشرة عشرة عم ببعطي الحركة كل ما ديها اللي ما تشتغل بنتقل كمان برجع ل نحنروح على من هوني عملنا فرونت رايز لاترال رايز هلا بشد المعدة مصبوط اتنين اتنين مصبوط اتنين 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 خليني انتقل لا ضم بالوحدة من هوني تقريبا 90 ديجري انجل مع روتيشن لفوق واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 ايجو فور 2 مور 1 and 2 and 2 perfect لتحت بياخد نفس عميه فضي بنتقلة تاني ميلي من هون بلش مع روتيشن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة تمانية تسعة عشرة ايجو فور 2 مور 1 and 2 and 2 دمبل على جنب برجع شوي شوي كمان مرة بعيد الحركات ما لازم تكون الايد على الكوع ولا على الايد يا هوني يا بعيدة على المفصل بياخد نفس عميق فضي بياخد نفس عميق بياخد نفس عميق وقديش الاكسجين مهم فضي وكمان مرة انا بدعيكم لتقضوا نهار كتير حلو بدعيكم بكرة لتعملوا السيشن مع التيم لانو احنا بكرة حيكون عنا اكسلنت كارديو كندشنينج سيشن بيجع اكتر من هيك النهار التانين بلشوا عدوا من هلق لنهار التانية حيكون في عنكن حفلة كتير حلوية العيد الامتيبي الخامس اللي اكيد نفتخر نحنا كون عم المثلة من خلل هالشاشة كون عم نعطيكم كل هالمعلومات اللي ممكن تعملوها بالرياضة واكيد بكل الموضيع انا بشوفكم بكرة بنفس الوقت until tomorrow get fit stay fit